اسم الحكومة علي الدباغ عرب عن أمله في أن يتخلص العراق العام المقبل من مسألة تسوية أمواله مشيرا إلى أن العراق تخلص من مسألة ديون الخطوطة الجوية العراقية لحد هذا التاريخ لم نستطع تسوية كل الديون لذلك احتاجنا بقرار من الرئيس الأمريكي أن يحمل أموال العراقية من أي ادعاءات مالية ريث ما ينتهي العراق حسب اللجنة المشكلة يجب أن ينتهي من تسوية كل هذه المطالبات والديون والتسويتها بصورة نهائية حتى لا نحتاج إلى حماية من الرئيس الأمريكي نأمل خلال السنة القادمة أن يتم تسوية هذه الأمور حتى ننتهي يعني واحدة منها كانت قضية الخطوط الجوية الكويتية اللي العراق انتهى منها وهناك دائنين آخرين مترتبة على العراق لكن القضية الكبرى كانت قضية الخطوط الجوية الكويتية ومتابعة لهذا المصد